تعالوا اكلمكو عن اكتر ريحة انا بحبها في منتجات باثان دي بادي ووركس ليه كده كم حاجة بتخليني ريحتو بتخليني ادوب زي دارك كس دارك كس دي بالنسبالي اللي انا حطالكو صورها دي دي المفضلة بالنسبالي زي ما انت شايفين كده انا جايبة منها الشاور جيل والبادي لوشن والبادي كريم بصوا الريحة فضيعة هي حاجة شجري كده على هادي شوي يعني مش الشجر اللي هو قوي مش ريحة الشجري فيه قوي قوي ليه ريحة كده مميزة وبتقعد معاكي فترة طويلة لو انت استخدمتي كلهم مع بعض لكن زي ما اتفقنا كده قبل كده في الفيديوهات ان يعني معظم حاجات باثاني بادي ووركس مش بتقعد فترة طويلة قوي على الجسم الا في حالة ان انت بقى تستخدميها صح هنستخدمها صح ازاي ان احنا هناخد الشاور بتاعنا كويس وهناخده بالشاور جيل بعد كده هنبتدي بعد الشاور على طول وانت جسمك لسه متفتح كده تبتدي تحطي البادي لوشن وبعد كده ترشي السبري على مناطق النب هتحسي السبري اللي رمسكيات الوقتي هتحسي ان ريحة جسمك طول اليوم بنفس الريحة زي ما انت شايفين كده بروش السبري على مناطق النبض وبرضو بدهن اللوشن او الكريم على مناطق النبض الكريم انا باخده معايا في الشنطة بس يعني يفضل ان انتي ما تحطهوش في مكان فيه ناس كتير لان ريحته قوية جدا يعني عشان خاطر بس الريحة ما تبقى الشديدة اوي الكريم بقى زي ما انتو شايفينه كده انا يعتبر وكلا مش مخلصه انا ببعشة الكريم جدا اكتر من اللوشن لان بالنسبالي ان الكريم تقيل شوية عن اللوشن فترطيبه بيبقى اعلى كتير قوي من ترطيب اللوشن فعشان كده انا مخلص الكريم اكتر ما انا مخلصة اللوشن لان انا بحتاج ترطيبه اكتر يعني ممكن حتى بعض الشهور استخدم الكريم وما استخدمش اللوشن عشان خطر ترطيب الكريم بيبقى اعلى ممكن كمان بعمل لهم ميكس لو انا محتاجة ترطيب عالي اوي خاصة في الشتة ممكن ان انتي لو انتي كعب رجلك مثلا ناشف او حاجة او فيه حتة في جسمك ناشفة زي مناطق الكوع الرجبة ممكن ان انتي تدهني جسمك بيهم وتلبسي شراب مثلا في كعب الرجل او تلبسي بنتلون قطن او للرجبة او للكوع تلبسي حاجة قطن عشان تحسي بترطيب الترطيب بتاعها لسه موجود على جسمك بس فزي ما اتفقنا كده دي اكتر ريحة انا بحبها في منتجات باتان بادي ووركس فكان لازم ان انا اعمل لكم ريفيو عنها عشان خاطر الناس اللي محتارة تجيب اني ريحة فيهم لانهم عندهم كذا حاجة بس استنوني اعمل لكم برضو عن افضل حاجات تانية انا بحبها في منتجات باتان بادي ووركس ويا رب اكونوا سفدتم من الفيديو بتاع النهاردة واشوفكوا على خير ان شاء الله صليم